اشتركوا في القناة ونستهله بالتساؤل التالي هل يمكن الفصل بين الإحساس والإدراك؟ تابعوا معي إن هذا الموضوع يتناول إشكالية العلاقة بين الإحساس والإدراك وهذه المسألة تنتمي إلى البحوث التي لها صلة بفلسفة المعرفة وتهدف إلى تحليل الآليات التي تجعل الذات العارفة تتفاعل مع العالم الخارجي بغية الكشف عن مكنوناته والتكيف معه وهنا ينبغي الوقوف عند حدود المصطلحين التاليين الإحساس والإدراك فما هو إذن الإحساس؟ الإحساس هو ظاهرة أولية بسيطة يتمثل في تلك الانطباعات المتولدة عن المنبيهات شكراً وما هو الإدراك إذن؟ هو عملية عقلية مركبة يتمثل في تفسير وتأويل تلك الانطباعات الحسية شكراً وللوقوف عند أسرار هذا الوجود يعتمد الإنسان في معرفته للوسط الخارجي على أداتين الحواس التي هي بمثابة نوافذ نطل من خلالها على العالم الخارجي والعقل الذي يستعمله الإنسان كوسيلة للكشف عن مكنونات هذا الوجود وهنا يحق لنا أن نتساءل حول طبيعة العلاقة القائمة بين الإحساس والإدراك فنقول هل الوظائف الفيزيولوجية مستقلة عن الوظائف السيكولوجية أم أنها تعمل في شكل وحدة متكاملة وبعبارة أخرى هل الإدراك والإحساس عملية واحدة؟ وهل يمكن الفصل بينهما؟ للإجابة على هذه التساؤلات نجد أنفسنا أمام الكثير من المدارس الفلسفية فما هي أهم هذه الاتجاهات؟ هذه الاتجاهات تتمثل في الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي والاتجاه القشطلتي والاتجاه الضواهري شكراً نبتدئ بالاتجاه الكلاسيكي يؤكد أن صار هذا الاتجاه على ضرورة التمييز بين الإحساس من جهة والإدراك من جهة أخرى فالإدراك عندهم ظاهرة مستقلة عن الإحساس وهذا الطرح نجده أبناءنا لدى العقليين والحسيين ومن بين الفلسفة الذين ينتمون إلى المدرسة العقلية نجد على سبيل المثال ديكارت وألان أما الحسيون فنجد جون لوك وجون ستيوارت ميل وهنا نقف عند فحص طبيعة الأدلة التي جاء بها كل من العقليين والحسيين وهي كثيرة ومتعددة ويمكن تصنيفها إلى مبررات منهجية ومبررات مذهبية فالمبررات المنهجية تتمثل في تحليل طبيعة الإحساس فحدوثه يستوجب وجود منبه ومستقبل حسي ثم التعرف عليه إن هذه العملية تدل على أن هناك أسباقية زمنية بين ما نحس به وما ندركه هذا الشكل الذي تراه أمامك ماذا يمثل لك؟ نحن ندرك على أن هذا الشكل أنه مكعب رغم أننا لا نرى إلى ثلاثة أوجه ونحن نعلم أن المكعب شكل له ستة أوجه شكراً ولقد درستم أبناءنا هذه المسألة في السيالة العصبية فالفرض الفريكي تتم عملية الإحساس لا بد من وجود منبه ومستقبل حسي ثم التعرف عليه وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على أن ما تمدنا به الحواس يختلف تماماً عما يمدنا به الإدراك ويمكن تدعم هذه الحجة بمثال فإذا وخذنا شخصاً ما بإبرة فإن هذا المنبه يترك أثراً حسياً ينتقل في العصب الحسي إلى المراكز الدماغية ثم يبدأ العقل بعملية التأويل والتفسير ليكتشف طبيعة هذا المنبه وهذه المسألة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن ما تنقله الحواس يختلف تماماً عما يدركه العقل وهناك أيضاً مبررات مذهبية فالإنسان بطبيعته كائن متميز بوعيه فهو من جهة له قواسم مشتركة مع الحيوان ومن جهة أخرى يشتمل على العقل وهذه الملكة أوثق من الحواس لأن الحواس تخدعنا ومن بين الأمثلة التي تستوقفنا رؤية قرص الشمس أو رؤية الأشجار فأنت عندما تكون في مركبة وبجنبات الطريق أشجار محفوفة فإن حاسة البصر تقول لك بأنها متحركة والعقل يؤكد لك على أنها ساكنة فهنا تلاحظون أنه لا وجود إطلاقاً للمطابقة بين ما هو حسي وما هو عقلي أضف إلى ذلك أن التجريبيين يعتقدون أن الطفل يولد صفحة بيضاء والتجربة تدون عليه ما تشاء ومثال ذلك الطفل الصغير وسماعه للصوت فالطفل الصغير عندما يسمع لصوت مق فإنه لا يدرك مصدر هذا المنبه باعتبار أن الصوت عبارة عن تموجات وذبذبات تدخل إلى حسة السمع ولكن الطفل هنا لا يدرك مصدر هذا المنبه إن كانت سيارة أو عصفور وهذا الذي جعل التجريبيين يؤمنون بوجود إحساسات خالصة إن هذا المثال يدل على وجود إحساسات خالصة لكن هذا الموقف الذي يفصل بين الإحساس والإدراك وجهت له اعتراضات ومن بينها الكلية شكرا شكرا الكلية مفتاحا للإدراك أما شكرا 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 شكرا